ينضم علينا من عمان سيد نبيل العتوم المختص بالشأن الإيراني سيد نبيل السبب المباشر الواضح وراء هذه المظاهرات الغاضبة هو الاعتراف بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ في إيران ولكن ما هي الأسباب التي تقف وراء الكواليس والتي دفعت كل هؤلاء المتظاهرين للنزول إلى الساحات؟ مساء الخير يرى أنا أعتقد أنه ربما هناك عوامل عديدة أدت إلى خروج المتظاهرين هي إيران تعيش ظروف داخلية غير مسبوقة نحن نتحدث عن ظروف اقتصادية من خلال استراتيجية الخنق الاقتصادي اللي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الإيراني هناك انهيار للعملة الوطنية التومن الدولار وصل إلى أكثر من 14 ألف تومن هناك ارتفاع للمواد والسلع الأساسية بنسب غير مسبوقة بين 150 إلى 200% هناك ارتفاع في نسبة التضخم الشهر الماضي وصلت بين 85 إلى 90% 40 مليون إيراني تحت خط الفقر 12 مليون إيراني يعانون من فقر غذائي بمعنى مجاعة 12 مليون إيراني يعيشون في بيوت الصفيح وبالتالي نحن أمام مأساة حقيقية هذا بالإضافة يرى إلى ما يعرف بحالة الانقسام غير مسبوقة بين التيار المحافظ والإصلاحي كل طرف يريد أن يحمل الطرف الآخر مسؤولية ما يجري نتيجة للعقوبات الأمريكية وتدعيات الاتفاق النووي هذا بالإضافة إلى ربما فشل إيران من خلال الرد على مقتل قاسم سليماني من خلال العملية الرمزية وتلويح إيران باعتماد على وكلاءها ومخالبها ومليشياتها الموجودة في المنطقة مما قد يدخل المنطقة في أتون الصراع من جديد وبالتالي نحن أمام معطيات حقيقية هي التي فاقمت من مستوى الاستجاجات هذه المعطيات سيد نبيل إلى أي مدى اليوم بإمكانها أن تدعم هذه المظاهرات خصوصا أن هذه المظاهرات ليست ولدة اليوم كان هناك مظاهرات في أوقات سابقة خلال العام الماضي ولكنها لم تصل إلى الهدف المنشود اليوم هل تغير الوضع؟ ربما الآن هناك متغيرات ربما سوف تسم في تغير الوضع نحن نتحدث عن الاحتجاجات في العام الماضي في شهر ديسمبر ونوفمبر وصلت إلى أكثر من 134 بقعة ساخنة داخل الأراضي الإيرانية وربما حديث المسؤولين الإيرانيين على أن أكبر احتجاجات في تاريخ إيران هددت الثورة الإيرانية بشكل كبير وبشكل واضح من ناحية ثم كان هناك رد فعل قاسي من جانب قوات النظام الإيراني البسيج الباسدران الحرس الثوري الإيراني لماذا الأمور سوف تتفاقن بشكل أكبر؟ لأن هناك مزيد من العقوبات على الجانب الإيراني فرض عقوبات على قطاع الصلب مؤخرا ولكن لا ننسى سيد نبيل أيضا اليوم السلطات الإيرانية تتعامل بشدة وبقصوة وتقمع هذه المظاهرات بكل الطرق الممكنة وتحجب الإنترنت وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه المظاهرات إلى هدفها المطالب بإسقاط النظام وإقالة الخميني خامنة تقصدين أنا أعتقد أنه ربما نعم يرى ممكن أن تتساعد هذه المظاهرات بشكل أشد لأنه الآن هناك عقوبات أمريكية تتساعد هناك أيضا حالة اصطفاف بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حول تعديل الاتفاق النووي حول البرنامج الصاروخي حول دور إيران مزعزع للأمن والاستقرار من خلال مداخل الأزمات الإقليمية وضرورة التعامل مع إيران بشكل أكبر خاصة مع سعي إيران إلى التنصل من الالتزامات النووية والمسير فيما يسمى ببكيج الحزم لتخفيض الاتزاماتها من الاتفاق النووي الآن الإيرانيين سوف يلجون في نهاية المطافة والمؤسسات العميقة والمؤسسات الصلبة إلى خيار القوة واستخدامها بشكل مفرط أكثر من ذي قابل لأنه كما تشاهدين يرى أنه خلال اليومين السابقين تم استخدام الرصاص الحي وهذا يعكس حالة الفوبيا أو الخوف أو الهلع التي وصل إليها النظام الإيراني هذا بالإضافة إلى أن هناك تدعيات حقيقية قد تكون بعد أسقاط الطائر الأوكراني وتبعات ما بعد اغتيال قاسم سليماني من التأثير على الوضع الداخل الإيراني الآن قاسم سليماني هو رامبو إيران كان يسمى كان له دور نشط في قمع الانتفاضات أو الاحتجاجات التي حدثت داخل إيران في العام 2009 ثم تطورها في العام 2017 والعام 2018 له دور خارجي أيضا من خلال الإشراف على دور إيران المزعز على الأمن والاستقرار من خلال مداخل أزمات الإقليمية لكن أنا أعتقد أن إيران مقبلة الآن على انتخابات تشريعية وهناك ربما الصندوق الإيراني وربما دور شرائن يابان ومجلس سيادة الدستور الذي لن يستطيع إفراز نخب جديدة قد تتسعى إلى التكيف ربما هذا قد يؤدي الانفجار الوضع مجددا في إيران نتيجة عدم موجود صوت الاعتدال في المؤسسات التشريعية الإيرانية شكرا جزيلا لك من عمان نبيل العتوم المختص بالشأن الإيراني شكرا لك